قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب أن الوضع في غزة مستمر في التدهر رغم الدعوات المتكررة لوقف إطلاق النار خلال اجتماعاً لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لكسنبرغ أضافت لحبيب أنه على الاتحاد الأوروبي اتخاذ كافة الوسائل المتاحة لإجبار الأطراف على وقف إطلاق النار لافتة إلى ضرورة المضي قدماً في عملية السلام وفي المفاوضات التي تؤدي إلى تنفيذ حل الدولتين اشتركوا في القناة